بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات في العالم العربي ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مجد من الشبكات الرقمية في الفيديو الثمانون والأخير والخاص بتحديث منهج النيتورك بلس على الإصطار N10-007 شاهد تعلم واستمتع لدينا برنامج البكت تريسر وهو برنامج يقوم بعمل محاكاة للشبكة على مستوى أجهزة سيسكو طبعاً ضمن منهج النيتورك بلس أنت مش مطالب بالتعامل مع هذا البرنامج رح تكون مطالب يعني أو رح تحتاج أنك تتعامل معه لما تتقوم بدراسة CCMP Routing and Switching الخاصة بسيسكو ولكن أنا حبيت فقط أن أنا أعمل عملية محاكاة للشبكة بحيث يكون عندك تصور لشكل الشبكة ولو تصور عن شكل الأجهزة اللي رح تكون موجودة في الشبكة والربط الشبكي نبدأ بإضافة جهاز كمبيوتر وجهاز الكمبيوتر من الأجهزة اللي يتم تصليم ضمن الـ End Devices أو الأجهزة الأخيرة اللي هي الأجهزة اللي بيستخدمها المستخدمين نقوم بإضافة جهاز كمبيوتر طيب تعريف الشبكة أنه يكون عندنا جهازين متصلين مع بعضهم البعض فما فوق بحيث يتمكنوا من تبادل البيانات فيما بينهم ومشاركة المصادر فبالتالي رح نحتاج إلى جهازين طيب نحتاج إلى ما يربط الجهازين مع بعضهم البعض فاللي بيربط الأجهزة مع بعضها البعض في داخل الشبكة المحلية هو جهاز الـ Switch فنقوم بإضافة Switch هذه شبكة سلكية وبالتالي رح نحتاج إلى كابل شبكي عشان نربط الأجهزة بالـ Switch عندنا أنواع من الكابل رح نختار الـ Straight Through Cable اللي بيربط الأجهزة المختلفة مع بعضها البعض رح نستخدم كـ Fast Ethernet Zero اللي هو يفترض أنه هو كرت الشبكة الموجودة على الجهاز هنا الـ Switch هذا النوع بيأتي فيه 24 منفذ طبعاً السويتشات بتختلف حسب الموديل اللي رح نشتريه في بعضها بيحتوي على 8 منافذ 4 منافذ في بعضها 24 في بعضها 48 وهكذا فرح نشبك الأول مع الأول طبعاً مو شرط بس هنا عشان نسهل العملية والثاني مع المنفذ Fast Ethernet 0-3-2 و Fast Ethernet معناته يعمل بسرعة 100 ميجابيت في الثانية الواحدة طبعاً شايفين هنا الأخضر من ناحية الكمبيوتر بينما هنا رح تاخد فترة حتى يتحول من لون الأمبير اللي هو اللي يشبه اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر نلاحظ هنا أنه تحول إلى اللون الأخضر لأن في عملية بيقوم فيها الـ Switch عندما نربط كابل الشبكة بإحدى منافذه عملية لها علاقة بتجنب اللوب أو دوران البيانات إلى ما لا نهاية طيب ممتاز إذن عندي جهازين كمبيوتر متصلين بجهاز الـ Switch علشان الأجهزة التي تصبح ضمن الشبكة أنا محتاجة أقوم بإعداد عنوين الـ IP أو مش بس الـ IP هي إعدادات الـ IP الـ IP على الأجهزة فقليل نفترض أن الأجهزة حتكون ضمن عنوان الشبكة 192-168-1-0-24 هذا عنوان الشبكة طيب هنا هيكون الجهاز رقم واحد عشان نحط بس ملاحظة وهنا الجهاز رقم اثنين ممكن عشان نبسط بدل ما هو PC0 نعمل له Delete نضيف جهاز كمبيوتر آخر بحيث يكون الترتيب بدل صفر هيكون واحد PC1 PC2 عشان تكون العملية سهلة وواضحة نخلي الجهاز الواحد متصل بالـ Fast Ethernet 0-1 والجهاز الثنين متصل بالـ Fast Ethernet 0-2 نبدأ إعدادات الـ IP بالجهاز الـ PC رقم واحد نذهب إلى إعدادات الـ PC واحد Desktop الـ IP Configuration عندنا الـ Static أو عن طريقة DHCP نختار الـ DHCP إذا كان فيه DHCP بس إحنا رح نقوم بإعدادها بالـ Static 192.168.1.1 بمجرد ما ننقر السابنت ماسك رح يظهر التلقاء اللي هو 355.0 الـ Default Gateway مش موجود اللي هو الـ Router يعني نذهب الآن إلى PC2 192.168.1.2 355.0 طيب الآن أنا ريتر أن أتحقق هل يوجد اتصال ما بين الـ PC1 والـ PC2 عندي عدد من الطرق أشهرها أنا كمهندس شبكة رح أستخدمها اللي هي الـ Bing فراح أروح على الـ PC1 على صدر الأوامر وراح أكتب Bing وعندي الـ IP اللي هو 192.168.1.2 لاحظوا معايا الـ Bing نجح وبالتالي عملية الربط والإعدادات تمت بالشكل الصحيح إذن عندي جهازين يستطيعوا تبادل البيانات فيما بينهما في ضمن شبكة محلية الشبكة المحلية هي اللي تغطي منطقة جغرافية معينة وتبدأ من جهازين فما فوق مثل ما شوفنا في المثال الـ PC أو الإعدادات اللي قمنا فيها الـ PC1 والـ PC2 كلاهما في نفس الشبكة الآن رح نجعل الـ PC1 في شبكة والـ PC2 في شبكة أخرى رح نجعل الـ PC مثل ما هو في الشبكة 192.168.1.0.24 أما الـ PC2 رح نجعله في شبكة أخرى اللي هي 192 أو ممكن نميزها أكثر ونخليها 10 3.0.8 خلينا بدل واحد حيكون اثنين بدل الـ 2 عفوا حيكون واحد سوف نجعل هذا السويتش مخصص للـ PC1 رح نقوم بحضر سويتش آخر للشبكة الخاصة بالـ PC2 طيب بما أننا عندي جهازين كل جهاز بينتمي إلى شبكة مختلفة وبالتالي رح أحتاج إلى جهاز يربط ما بين الشبكات المختلفة وهذا الجهاز هو جهاز الـ Router أو أي جهاز يعمل على مستوى الطبقة الثالثة والذي من أمثلتها جهاز الـ Router فرح نقوم بإضافة الـ Router ورح نربط السويتشين بجهاز الـ Router وبما أن الـ Router جهاز يختلف عن جهاز الـ Router فرح نستخدم الـ Straight Through Cable طبعا لم يتحول إلى اللون الأخضر بسبب أنه منافذ الـ Router تكون تلقائية معطلة فرح نروح على الـ Router اللي هو هنا Router 0 رح نخليه Router 1 رح ندخل على Command Line Interface اللي هي واجهة الأوامر عشان نعطي الأوامر من الدخولار العشان نعطي الأوامر نقوم بسع نحنготов جهاز الـ C اللي هو مطلئ تمً لديه نظام التشغيل الخاص بسيسكو بيطلق عليه الآيو اس هنا يسألني إذا كان أريد عمل إعدادات تلقائية نعم او هو مش إعدادات تلقائية هو بيدخلني في مود أسئلة وأنا أجيب عليها راح نروح على مستوى الانابل بعدين مستوى الكونفجريشن ترمينا لأنه عندي عدد من المستويات على حد في داخل نظام تشغيل سيسكو فراح اروح على الكونفجريشن ترمينا اللي من خلاله استطيع عمل الإعدادات عندي الانترفيس نشوف الاسم المنفذ طيب عندي سؤال هنا للتنشيط لو كان المنفذ اللي مقابله هنا جيجا والمنفذ اللي يقابله فاست إيثرنت فبأي سرعة راح يعملوا المنفذين هل بسرعة الفاست إيثرنت ولا الجيجا طبعا الإجابة البديهية أنه راح يعملوا بسرعة الأقل اللي هي الفاست إيثرنت تمام لأنه بإمكان المنفذ صاحب السرعة العالية أن ينخفض إلى السرعة المنخفضة لكن ليس بإمكان صاحب السرعة المنخفضة أن يرتفع إلى السرعة المرتفعة طيب انترفيس كيجا إيثرنت 030 راح نكتب راح نعطي الاي بي أدرس اي بي أدرس اللي راح يمثل بالمناسبة الديفولت كتوي للبي سي واحد اي بي أدرس راح يكون تابة للشبكة 190 168 100 السابنت ماسك ثلاثة مئتين وخمسة وخمسين صفر انتر وراح نكتب الأمر أنه شده الآن نروح على نخرج من هذا المود الخاص بالمنفذ جيجا إيثرنت 0 ونروح على الانترفيس جيجا إيثرنت 0-1 راح نكتب هنا الاي بي أدرس عشرة صفر صفر مية ثلاث طبعا ميتين وخمسة وخمسين واحدة ثلاثة صفار انتر نو شت داون طيب اول خطوة محتاجين نتأكد ان البي سي واحد يستطيع الوصول الى المنفذ جيجا زيرو سلاس زيرو الموجود على الراوتر واحد وهذه راح يمثل الديفولت جيتوي بالنسبة لي وكذلك نفس الشيء مع البي سي اثنين وهذا راح نيتحقق من خلال عمل بنك نروح على البي سي واحد الرن راح نكتب الأمر بنك مية وتنين وتسعين مية وثمانية وستين واحد مية نجد ان البي نجح وبالتالي البي سي واحد قادر انه يوصل الى الديفولت جيتوي اللي هو الراوتر واحد نتأكد ايضا من البي سي اثنين بنك مية وتسعين عفوا عشرة صفر صفر مية الي اظهر اثنين تسعين من البي شخص البي jest بنكب عشرة ثلاثة صفار مية عفوا عشرة صفرين مية آه عارفين فين الخطأ علشان كده طلع لي الريكوست تايم اوت السبب انه انا ما غيرت اعدادات الاي بي الموجودة على البي سي 2 فلابد اني اذهب على البي سي 2 واغير اعدادات الاي بي رح تكون مية عشرة صفر صفر واحد والديفولت سابنت ماسك رح يكون ميتين وخمسة وخمسة ثلاثة صفار على فكرة انا حتى مش كاتب الديفولت كتويه بس المفروض انه ايضا هيبنق لانهم الاثنين في نفس الشبكة فلو ذهبنا الى الرن وعدنا الامر بينك عشرة صفرين مية البي نجح معانا ايضا هنحتاج علشان نخبر البي سي 2 انه لكي يخرج الى الخارج من ضمن الخارج سواء كان الانترنت او الشبكات الخارجية فرح ندله على الديفولت كتويه هو لما بنقى الان ونجح البي هو في نفس الشبكة لكن هو لا يعلم ان هذا هو الديفولت كتويه يعني بالنسبة له ممكن يكون بي سي اخر يعني كهاز كمبيوتر اخر فلابد ان احنا نروح هنا على اعتادة الاي بي ونحدد الديفولت كتويه اللي هو رح يكون عشرة صفرين مية ونفس الشيء مع البي سي واحد ندله على الديفولت كتويه او البوابة الافتراضية اللي هو الاي بي ادرس الخاص بالراوتر مية وتسعين مية وثمانية وستين واحد مية ممتاز طب لو انا على البي سي واحد وحبيت اقوم بعمل بينك على بينك على عشرة صفر صفر واحد نجد ان وجود الراوتر اللي يشبك ما بين الشبكتين لان الشبكتين موجودة على نفس الراوتر فبالتالي انا مش محتاج الى عملية توجيه فنجح معي البنك كذلك لو رحت انا على البي سي اثنين وعملت بينك على مية واثنين وتسعين مية وثمانية وستين واحد مية عفوا انا هذا عنوان الديفولت ايضا نجح كمان لو كان واحد اللي هو البي سي واحد ايضا البي سي واحد ايضا البي سي نجح معايا لماذا لان كلا يعني العنوان الشبكة الاول والثاني كلاهما موجود موجودين على الراوتر نفسه فالراوتر عارف المسار المؤدي الى كل عنوان شبكة لو رحنا على الراوتر واحد وكتبنا الامر مثلا على مستوى الانابل لو كتبنا هنا اكزيت اكزيت وكتبنا الامر شو اي بي راوت حنجد انه عنده شبكتين كنكتد اللي هي العشرة ثلاثة صفار ثلاثة ثمانية والشبكة مية وتنتسعين مية وتمانية وتمانية وتستين صفر كلاهما كنكتد او متصل بهم الراوتر بشكل مباشر هذا نوع من انواع عملية توجيه البيانات انها تكون الشبكات متصلة كنكتد بالراوتر طيب الان راح نجرب ان احنا نقوم بوضع راوتر اخر ويحتوي على شبكة ونشوف عملية الوصول اليه راح نغير الاماكن راوتر اثنين ونحضر جهاز بي سي بي سي رقم ثلاثة راح يكون تابع للشبكة راح يكون واحد بالنسبة للعنوانه وبالنسبة للشبكة راح تكون مية نخليها مثلا عشرين ثلاثة صفار سلاش ثمانية ونقوم بحضار جهاز سويتش ثلاثة صفار سلاش ثمانية 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 وراح نربط فيما بين الراوترين. هنا ممكن نستخدم الكروس سوفر كابل بما أنا عندي راوترين يعني جهازين متشابهين. طيب راح نحتاج إلى شبكة أو يعني عنوان شبكة تربط ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين. وراح نفترض أنها مية ثلاثة صفار أو كمثال ثلاثين ثلاثة صفار سلاش ثمانية. طيب نروح على الراوتر واحد. هذا عندي المنفذ ثلاثة مرات صفر سلاش صفر سلاش صفر. انا بول اه كون فيجريشن ترمينا. انترفيس فاست ايترنت. زيرو سلاش زيرو سلاش زيرو. راح نكتب هنا اي بي ادرس. تمام عندي مشكلة في المنفذ انه منفذ لايرو. راح نكتب هنا الأمر سويتش بورد. راح ندخل على الراوتر. راح نقوم باغلاقه. ورح نغير المنفذ إلى النوع سيريال ونقوم بتشغيله نفس الشيء بالنسبة للراوتر اثنين أيضا نجعل المنفذ سيريال الآن رح نستخدم كابل السيريال في التوصيل ما بين الراوترين نتأكد بس من عنوان الراوتر من عنوان المنفذ وهو سيريال زيرو وان زيرو انيابل انترفيس سيريال صفر واحد سلاش صفر راح نكتب اي بي ادرس ثلاثين صفر صفر واحد ميتين وخمسة وخمسين ثلاثة صفار نروح على راوتر اثنين انترفيس سيريال راح نكتب اي بي ادرس عندي ثلاثين صفر صفر اثنين ميتين وخمسة وخمسين ثلاثة صفار الآن المنفذ شغال حتى لو حبيت اعمل بينك بينك ثلاثين واحد البنك نجح معايا طيب عندي المنفذ اللي يربط الراوتر اثنين مع الراوتر مع السويتش اللي هو راح يكون انترفيس فاست ايترنت اي بي ادرس اللي راح يكون الديفولت لكتوين البي سي رقم ثلاثة راح يكون عشرين صفرين مية طبعا ما كمنا للسبنت ماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاثة اصفار نو شات داون طيب اتوقع في مشكلة بالمنفذ احنا فعلنا فاس ايترنت زيرو سلاش وان المفروض يكون زيرو زيرو صحيح صفر صفر طيب راح نيجي هنا ندخل على فاس ايترنت زيرو سلاش وان completely اي بي ادرس اي بي ادرس أيضا راحب الافيس فاست اترنت صفر سلاش صفر اي بي ادرس عشرين صفرين مية ثلاثة عفوا ميتين وخمس وخمسين مرة واحدة ثلاثة صفار نو شت داون اكزيت نروح على البي سي رقم ثلاثة نقوم باعدادات ال 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 صفر صفر واحد سب نت ماسك ميتين وخمس وخمسين صفرين ال 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 رح يكون عشرين صفرين مية الان لو رحنا على سطر الاوامر على ال بي سي رقم ثلاثة وقمنا بكتابة الامر بنك وبنقنا على ال 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 اللي هو عشرين صفر صفر مية هنشوف ان ال بنك رح ينجح معنا يعني فيه اتصال طيب لو حبينا نعمل بنك ثلاثين صفر صفر اثنين هذي الموجودة على الراوتر اثنين لكن على منفذ السيريال اللي بيربطوا مع الراوتر رقم واحد رح نجد ايضا ان ال بنك نجح طيب لو جربنا واحد اللي هو مع الراوتر واحد نشوف ان ال بنك فشل طيب لو حبينا نبنك من ال بي سي ثلاثة الى ال بي سي اثنين بنك عشرة صفر صفر واحد نلاحظ انه فشل البنك فليش لانه ال تستي نيشن غير قابل الوصول اليه او المرسل اليه اللي هو ال بي سي 2 غير قابل الوصول اليه لماذا لان الراوتر الاثنين لا يعرف المسار المؤدي الى الشبكة عشرة ثلاثة صفر فرح نحتاج الى ستاتيك راوت او طريقة راوت توجيه فيه انواع فيه عندي الستاتيك اننا اقوم بكتابة الامر يدويا وعرف الراوتر على الشبكة او اننا نستخدم بروتوكول توجيه مع الشبكات الصغيرة بنستخدم الستاتيك وبروتوكولات التوجيه بنستخدمها لما نتعامل مع عدد كبير من الراوترات فرح نستخدم الستاتيك راوت رح نروح على الراوتر اثنين رح راوت عندي الشبكة عشرة صفر 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 بعدين السبنت ماسك ميتان وخمسة وخمسين ثلاثة صفار بعدين عندنا القفزة القادمة رح تكون 30 اللي هو الراوتر واحد 30 صفر صفر واحد بعدين انتر وايضا محتاجين نروح على الراوتر واحد ونعرفه بالشبكة 20 ثلاثة صفار رح نكتب آي بي راوت عندك شبكة اللي هي 20 ثلاثة صفار السبنت ماسك الخاص فيها 255 ثلاثة صفار القفزة القادمة عشان تقدر توصل إليها هي عن طريق الراوتر اثنين فراح يكون 30 00 2 انتر الآن نجرب نروح على البي سي ثلاثة ونقوم بعمل بينغ لالبي سي 2 اللي موجود في الشبكة 10 30 وعنوان 10 00 1 نلاحظ انه حصل تأخير بعد كده نجح البنغ لاحظوا معايا الآن البنغ ناجح طيب لو من البي سي ثلاثة اريد الوصول الى عنوان الشبكة الى البي سي واحد فراح اكتب الامر بينغ 192 168 واحد واحد لاحظوا معايا الراوتر 2 بيخبرنا انه هو غير قادر الى الوصول الى هذا الشبكة لماذا لانه لم يعني ليس لديه تعرف عليها لم يتعرف عليها فلابد ان نذهب الراوتر 2 ونعرف على هذه الشبكة نروح الراوتر 2 نكتب الامر ib route 192 192 168 واحد صفر 255 ثلاث مرات صفر القفز التالي اللي هي عندي الراوتر واحد اللي هي 30 صفرين واحد انتر الان لو عودنا الى البي سي ثلاثة وكررنا نفس الامر بنك 192 168 واحد واحد قد يحدث عندي في البداية تأخير لانها اول مرة بس بعد كذا زي ما احنا شايفين نجح معايا البي فاصبح عندي اتصال الان لو عدنا لو ذهبنا مثلا البي سي واحد حبينا نعمل بنك على البي سي ثلاثة بنك عشرين صفرين واحد حنجد ايضا ان البي نجح ان الراوتر واحد لديه معرفة بالمسار المؤدي الى الشبكة عشرين ثلاثة صفار والراوتر اثنين اصبح لديه معرفة للوصول الى الشبكة مئة وتسعين مئة وتسعين مئة وتمانية وستين واحد صفر وعشرة ثلاثة صفر هذا المقصود بعملية التوجيه الان لو رحنا على الراوتر اثنين وكتبنا الامر طبعا لو رحنا على مستوى الاناب المود وكتبنا الامر شو اي بي راوت نجد انه لديه اربع الراوتر اثنين لديه الشبكة لديه معرفة بعدد اربع شبكات شبكتين يعني متصل بهما بشكل مباشر وهما الشبكة عشرين والشبكة ثلاثين وعندي الشبكة ستاتيك ايضا عدد اثنين اللي هي عندي الشبكة عشرة والشبكة مئة وتسعين اذا مثل ما شفنا في هذا الفيديو عملنا محاكاة لعمل شبكة او عدد من الشبكات والاتصال فيما بينها والربط فيما بينها كمحاكاة من خلال برنامج الباكيت تريسر بحيث يكون عندك تصور للعملية وبالنسبة للأوامر اللي شفناها هي يعني كأوامر لأجهزة سيسكو مش مطالف فيها ضمن منهجة بمكانك تدرسها وتفهمها من خلال دراستك لمنهج الخاص بسيسكو واللي راح يتغير بعد فترة ليصبح وكان هناك استفسار كان وصلني وتكرر انه بما انه حصل تحديث للمنهج فلماذا لم يتم عمل سلسلة جديدة بالاسطار الجديد الجواب احنا شفنا مع بعض الفيديوهات شفنا القائمة المواضيع وتكلمنا كمقدمة يعني كمقدمة لكل موضوع موجود او تعريف سريع لكل موضوع موجود ضمن قائمة المواضيع الخاصة بالمنهج الجديد واللي درس المنهج ضمن سلسلة هذه الفيديوهات راح يكتشف انه فعليا نسبة كبيرة جدا من المنهج لم تتغير هي نفسها ولكن اللي حصل بعض الاضافات البسيطة فبالتالي ما كان محتاج ان احنا نعمل سلسلة خاصة وبالتالي نكرر نفس المعلومات والدروس اللي ذكرناها في المنهج كان الحل الافضل هو عمل تحديث لهذا المنهج او لهذه السلسلة من الفيديوهات بحيث نتكلم عن المواضيع الجديدة اللي تم اضافتها مع القاء نظرة بشكل عام على المواضيع وبعض الفيديوهات العملية الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو وبنهاية هذا الفيديو نكون وصلنا الى نهاية التحديث الخاص بهذا المنهج اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت في ايصال المعلومة ويصال المنهج بابسط طريقة ممكنة وامل باذن الله اني القاكم في كورسات اخرى لشركة كومبيتية كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته